أكدت الحكومة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشين بيع حديقتي الحيوان والأرمان مشددة على أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة في هذا صدت أشرت الحكومة إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحضائق الحيوانات ونفوق العديد من الحيوانات وفي إطار توجهات القائدة السياسية فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساغم في إعادتهم إلى وضعهما الصادق لتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم اشتركوا في القناة